السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة اعرف حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا بنتكلم عن مختصر الشمائل المحمدية وبنشرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن وصلنا في هذه الحلقة إلى ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقدر نسمي الباب دوت بالمصطلحات العصرية نقول المستوى المعيشي اللي كان عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدرس ده أو الحلقة دي أنا باعتبرها من أهم الأبواب اللي موجودة في هذا الكتاب ليه؟ لأن إذا عرفنا المستوى اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش فيه ده هيساعدنا إن إحنا ننظر إلى الحياة اللي إحنا عايشينها بنظرة مختلفة تماما لو شفنا النبي عليه الصلاة والسلام حياته كانت عاملة إزاي؟ ومعيشة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل ومع ذلك العيشة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام أدي إيه كانت شديدة وأدي إيه النبي عليه الصلاة والسلام عانى معاناة شديدة جدا في حياته عليه الصلاة والسلام كل واحد فينا لما هيقارن حياته أي حد بيشاهد الحلقة دي حياتك مهما كنت مهما كنت حياتك اللي إنت عايشها مختلفة تماما عن الحياة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام عايشها لما تشوف النبي كان عايش إزاي عليه الصلاة والسلام هترضى بالحياة اللي إنت عايشها وهتشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم الكتير جدا اللي موجودة في حياتك وهيكون عندك نوع من الصبر ومن حمد الله عز وجل على نعمه في نعم كتير جدا 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 إحنا عايشين فيها في حياتنا ولكن إحنا مش مقضرين النعم ليت لما نقارن حياتنا بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كل واحد فينا هينظر لحياته بنظرة مختلفة كتير جدا عن اللي هو بينظر لها الآن أنا متأكد إن كل واحد هيشاهد الحلقة دية هيبدأ ينظر بحياته بشكل مختلف ينظر إلى حياته بشكل مختلف أنا واحد من الناس اللي استفدت جدا من تحضير هذه الحلقة ومن قراءة هذه الأحاديث أثرت فيي أنا شخصيا ومتصور إن هي أكيد هتأثر في حضرتكم إن شاء الله عز وجل الإمام الترمذي رحمه الله ذكر 11 حديث في هذا الباب منها 8 أحاديث صحيحة و3 أحاديث ضعيفة إحنا هنذكر الأحاديث الصحيحة بسم الله توكلنا على الله الحديث الأول والحديث محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان يعني أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي راوية الإسلام رضي الله عنه كان لابس ثوبين جلبيتين يعني أو حلة اللي هي بتبقى إزار ورداء يعني مهم لابس ثوبين من وعليه ثوبان ممشقان الثياب الممشقة اللي هي مصنوعة من الكتان وبتكون مصبوغة مصبوغة وده نوع من الثياب التعتبر يعني بمقياس الزمان دوت كانت تعتبر ثياب غالية ثياب مرتفعة القيمة يعني قال وعليه ثوبان ممشقان من كتان الكتان معروف اللي هو بتصنع منه الأماش قال فتمخط في أحدهما يعني أخذ طرف الثياب وتمخط فيه فقال بخن 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 دي كلمة تقل يعني إيه لم حد يكون معجب بشيء يعني زي إحنا ما بنقول كده يا سلام يا سلام كده معناها كده فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان يعني أبو هريرة وصل بي الحال إن هو بقى بيتمخط في الكتان الأماشي الغالي ده أبو هريرة بيتمخط فيه افتكر بقى في اللحظة لي إيه حياته أيام كان مش لا إياكل رضي الله تعالى عنه فقال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي يعني كان في المسجد النبوي كان أحيانا يؤع من طوله يغم عليه رضي الله عنه يغم عليه من إيه من الجوع من الجوع بقاله كذا يوم مكلش كذا يوم مش لاقي حاجة يكلها رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه عد عليه يوم واثنين وثلاثة مكلش حاجة خالص مش لاقي حاجة يكلها فيؤع من طوله مش قادر يؤع من طول يغم عليه من الجوع رضي الله عنه قال فيجيء الجائي يجي واحد اللي وقع على الأرض وقع من طوله واحد ما يعرفوش فييجي يشوف إيه حكايته قال فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي من جنون ما هو إلا الجوع يفتكروا أنه هو مجنون واحد وقع على الأرض من طوله بيتلوى من الجوع بيتلوى انت متخيل يعني إيه واحد بيتلوى على الأرض من الجوع انت متخيل دي يعني إيه واحد بيتلوى على الأرض من الجوع فييجي واحد ما يعرفوش يفتكر أنه رجل مجنون فيحط رجله على رقابته بيسكنه يعني كأنه حصلته حالة صرع ولا حاجة انت متخيل دي حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحديث الثاني حديث مالك ابن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط انت متخيل يعني ايه كلام ده يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ما شبع من الخبز العيش اللي احنا بنسميه في مصر العيش الحاف العيش الحاف عمره ما شبع من العيش الحاف عمره ما كان عنده خبز عليه الصلاة والسلام احنا بنسميه في مصر العيش عمره ما كان في بيته خبز وأكل منه لحد دا ما شبع عليه الصلاة والسلام ولا لحم إلا على ضفف على ضفف يعني إن يكون عنده ضيف جاله ضيف وهذا من الأدب إن لما يكون عندك ضيف تعد تأكل معاه لحد ما هو يقوم يعني ما تكلش ما يبقاش عندك ضيف وبعدين تأكل انت وتقوم وتسيبه قاعد لا هذا ليس من الأدب فكان النبي عليه السلام لا يشبع من الخبز ولا من اللحم إلا لو فيه عنده ضيف يعد يأكل معاه لحد ما الضيف يقوم فياضطر يأكل لحد ما يشبع عليه الصلاة والسلام قال مالك ابن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف يعني إيه كلمة الضفف دي قال أن يتناول مع الناس يعني يكون عنده ضيف فيجلس ليأكل معه فكان ده حال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الثالث حديث سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم النعمان بن بشير بيقول للصحابة والتابعين بقى اللهم أسلاموا بعدما النبي مات الكلام ده كان بعد النبي مات عليه الصلاة والسلام وفتحت الفتوح بقى وبقت الأموال موجودة والكلام ده فالنعمان بن بشير بيقول للناس اللي عاديين حواليه بيقول لهم إيه ألستم في طعام وشراب ما شئتم مش أنتم بتاكلوا وتشربوا زي ما أنتم عايزين عندكم الأكل وعندكم الشرب وعندكم الأموال بتشتروا كل اللي نفسكوا فيه ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد الدق له وما يجد من الدق لي ما يملأ بطنه الدقل يا إخوة اللي هو التمر الرديق اللي بيترني الطمر الممرر أنت عارف التمر ليبقى فيه طمر حلو ومسكر كده أنواع بقى كتير أنت الناس اللي بتحب التمر عارف إنواع التمر وفيه طمر اللي هو الطمر البيز أو المش البيز الطمر اللي هو الرديق النوع اللي هو محدش بيرضي يكله أو ممرر وطعم وحش النوع ده الناس اللي بتحب الطمر ما تشترهوش بيرموه يعني لو انت اشتريه الطمر بتتنقي منه الطمر اللي هو بيبقى دابلان كده و مش عارف ايه وترميه او اللي هو بقى مفهوش بزر ده و يبقى طعمه ممرر وترميه ده كده بيسموه الدقل اللي هو الطمر رديء الطمر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيلاقي من الدقل ده اللي هو الطمر الرديء اللي بيترمي ده ما كانش بيلاقي منه اللي يشبعه يعني ما كانش بيكون عنده في بيته عليه الصلاة والسلام من التمر الرديء اللي بيترمده مقدار ما يشبعه عليه الصلاة والسلام انت متخيل يا أخي الحديث الرابع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء انت متخيل يعني ايه يعود شهر ما فيش نار بتوقد انت عارف يعني ايه الكلام ده بيعود شهر بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما تطبخش فيه طبخة ما فيش طبخة بتتعمل عشان يأكلوها لمدة شهر كامل والحديث الثاني حديث عروة رضي الله عنه أنه قالت أم المؤمنين عائشة إن كان يمر علينا الشهر تلو الشهر تلو الشهر ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت من أبيات محمد صلى الله عليه وسلم نار يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت من أبيات محمد صلى الله عليه وسلم نار فقال عروة فكيف كان طعامكم يومئذ يا خالة ما هي خلته فعروة بن الزبير ابن أسماء فالسيدة عائشة خلت فبيقول لها كيف كان طعامكم يومئذ يا خالة تبكرتوا بتاكلوا إيه؟ لما تعودوا شهرين كاملين مفيش نار بتوقض انت عارف مفيش نار يعني ما بيخبزوش يعني مفيش في بيتهم خبز مفيش في بيتهم عيش حاف يكلوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة والسيدة حفصة أمهات المؤمنين مفيش في بيتهم عيش حاف يكلوه انت متخيل الكلام ده يا أخي أنا متأكد أن أي حد بيسمع الحلقة دية مهما كانت حالته افتكر أنت آخر وجبة كلتها إيه؟ لو أنت بتسمعني بالنهار ولا بالليل آخر أكل كلته كان إيه؟ وقارن ده بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قارن ده بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيمر شهر كامل أو شهرين كاملين من غير ما توقط نار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني مفيش في بيتهم خبز مفيش بيعملوش عيش عندهمش دقيق يعملو شوية خبز يكلوه إنما يعيش يفطر ويتغدى ويتعشى تمر ياخد تمر تين وشوية نية وخلاص على كده وخلاص على كده هو كده اتكل خلاص كده اتغدى او كده تعشى عليه الصلاة والسلام مش بس تمر يعني يريد حتى تمر حيلو او تمر من الانواع الجيدة اللي انت لو بتحب التمر تروح عند المحلات بتاعت التمر وتقعد تنقي لا ده حتى الدقل اللي هو بيت ريمي ما كانوش بيلاؤه منه مقدار ما يشبعهم انت متخيل يا اخي دي كانت حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الحديث الخامس حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها احد يعني خرج في وقت مش متعود ان هو يخرج فيه عليه الصلاة والسلام قال فأتاه ابو بكر فقال ما جاء بك يا ابا بكر النبي بيسأل سيدنا ابو بكر ايه اللي جاء بك دلوقتي قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه يا بختك يا ابو بكر يا بخت الصحابة كلهم وقت ما يحب يشوف النبي يروح يشوف النبي وقت ما يحب ينظر الى وجه النبي يروح ينظر الى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبس ان جاء عمر هم موقفين إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي التالت فقال ما جاء بك يا عمر؟ النبي بيسأل سيدنا عمر قال سيدنا عمر بص بقى جابني الآخر النبي بيقول له إيه اللي جابك للوقتي؟ فسيدنا عمر قال له إيه؟ قال الجوع يا رسول الله أنا جاي جعان جعان يعني إيه؟ مش لاقي حاجة أكلها في بيتي ده مين؟ ده عمر بن الخطاب بيقول له أنا جاي دلوقتي هموت من الجوع هموت من الجوع ومش لاقي حاجة أكلها مفيش في بيتي كسرة خبز أكلها مفيش في بيتي طمرة أكلها مفيش في بيتي حاجة خلص أكلها ده مين اللي بيقول كده؟ بسيدنا عمر فقال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك وأنا كمان عندي ما تشكو منه وأنا كمان جعان قال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصري وكان رجلا كثيرا نخل والشاء يعني كان عنده نخل وكان عنده شاء يعني كان من أصحاب الأموال رضي الله عنه قال ولم يكن له خدم يعني كانش عنده حد بيخدم وكان هو بيخدم نفسه قال فلم يجدوا فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فين أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه فقالت انطلق يستعذب لنا الماء يعني راح يجب لنا مية عزبة علشان نشرب منها قال فلم يلبسوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزغبها يعني أو يزعبها يعني أبو الهيثم رضي الله عنه أو هيثم من التيهان رضي الله عنه جاي شايل إربة إربط مية كبيرة مليانة مية فتئيلة أوي فهو شايلها الإربة انتعافنا ما يكون حد شايل حاجة إيه لقوي تبقى إيه أعمال بيجري بيها كأنها بتزقه كده تمام؟ فهو جاي شايل الإربة إيه لقوي عليه وعمال ماشي إيه ماشي كأنه كأن الإربة بتزقه يعني عمال بيجري كده أو بماشي بخطوات سريعة جدا قال فلم يلبسوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها لما أرب منهم رح منزل القربة ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه أول ما شافي النبي عنده عليه الصلاة والسلام جري بيحضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فلاك أبي وأمي يا رسطان فرحان الدنيا يعني فرحة ما في بعد ما فيش بعد كده فرحة ما فيش بعد كده النبي في بيتي عليه الصلاة والسلام قال ثم انطلق بهم إلى حديقته خدهم بقى يعودوا في الحديقة قال فبساط لهم بساطا فرش حاجة على الأرض عشان يعودوا عليها ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه القنو اللي هو العنقود في البلح ده يعني راح أطع من النخلة عنقود كده في بلح في طمر وجابوا للنبي أو بكر عمر رضي الله عنهما وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه هو جايب الايه جايب الصباطة كاملة تمام الصباطة جايبها كاملة فهو بيقوله طب إيه اللي خلك أطعت الصباطة دي كلها كنت نقيت بس شوية من المستوي بتاعه عشان ناكلهم فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره يعني أنا قلت أجبه لكم وإنتوا تنقل يعجبكم اللي عايز يأكل من الرطب المستوي ياخد والعايز ياخد من البسر اللي هو الايه الطمر الصغير اللي هو لسه لم ينبتوا فيه ناس بتحبه فأنا جبت لكم الصباطة كلها كله بقى زي ما انتم عايزين قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء كلوا من الطمر وخدوا بقى من الماء اللي كان شايلها أبو الهيسم بن التيهان شربوا منها كلوا طمر وشربوا مية فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد دا من النعيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قال فانطلق أبو الهيسم ليصنع لهم طعاما حاب يعمل باء وليمة أو يعني أكل باء حلوة كده للنبي أو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در يعني ما تخدش من الشياه اللي هي بتحلب لبن تمام لا دي خليها إنما خد من الايه من التي ليس لها در يعني شوف حرص النبي عليه صلى الله عليه وسلم إنه هو خايف على مصلحة صاحبه رضي الله تعالى عنه طبعا أبو الهيسم النبي في بيتي عليه وسلم فنروح أجيب له أحسن حاجة فالناس يقول لا ما تخدش شاي كلها در كن بتحلب لبن لإن طبعا دبح هذه الشايخة ليخسر اللبن بتاحها فطول ما هي موجودة عمالة بتدر عليه اللبن فيقولوا لا ما تخدش شاي تكون لها در وهذا من تمام وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأصحابه والمسلمين عاما عليه الصلاة والسلام قال فذبح لهم عناقا أو جديا العناق اللي هو الخروف الصغير أو جدي فأتاهم بها دبحها وطبخها وأتى بها قال فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ أنت عندك خادم؟ فقال أبو الهيسم لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا شف بأدم في إيه؟ المكافأة على المعروف وهذا من الأدم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها فده من الخلق الحسن ومن الأدب إن لم حد يعمل لك معروف ينبغي عليك أن أنت تكافئ على هذا المعروف حد عمل فيك حاجة ترد إليه هذا المعروف وتكافئه عليه قال فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس لهما ثالث يعني قالوا من السبي عبدين قال فأتاه أبو الهيسم لما سمع أبو الهيسم طبعا الكلام ده بعد مدة يعني لما سمع أبو الهيسم ابن التيهان رضي الله عنه إن في سبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحلوا بقى عشان إيه؟ يفكروا بالوعد بتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما عندك الاثنين هو اختر اللي يعجبك فقال يا رسول الله اختر لي اختر لي أنت واحد منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن يعني أنت طالما طلبت نصحتي أو مشورتي فالمستشار مؤتمن فهذا فيه أني لو حد طلب نصحتك لا يمكن تضلله وإلا تأثم على هذا لو حد طلب نصحتك أو طلب مشورتك يجب عليك أن تشير عليه بإيه؟ بما تراه صوابا ولو مش عارف تقوله معرفش استنصح غيري أو استشر غيري أنا ما عنديش خبرة في الموضوع دا ما عنديش دراية بالموضوع دا اسأل حد تاني فقال عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن خذ هذا وشورله على واحد من الاثنين فإني رأيته يصلي فإني رأيته يعدى دليل أنه هو إيه؟ أنه هو عبد صالح واستوصي به معروفا النبي عزلا بيوصي أبو الهيثم على هذا العبد فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته شوف بقى النصح هذه المرأة وشوف فطنة وذكاء هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها والصحابية الجليلة رضي الله عنها فزكت بتقوله إيه بقى قالت ما أنت ببالغ حق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حق ما قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه النبي قال لك استوصي به خير مش هتعرف تستوصي بهذا العبد خير إلا إنك تعتقه يبقى أنت كده استوصيت به خيرا قال هو عتيق خلاص طالما أنا كده أبقى وفيت خلاص يبقى هو عتيق لوجه الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة البطانة اللي هم المقربين أو أهل المشورة يعني بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يعني أي حاكم بيكون عنده إيه بطانتين بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذه البطانة الصالحة وبطانة لا تألوه خبالا لا تألوه خبالا يعني فسادا يعني تنصحه بالشر وتنصحه بالفساد وتنصحه بما يوبق عليه دنياه وأخرى قال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيأتي يسمع كلامهم هذا الحاكم فيأتي يوم القيامة وقد حم الأسام الرعية لأن انت متخيل واحد بيحكم رعية فيها ألوف الناس أو ملايين الناس أو عشرات الملايين أو مئات الملايين من الناس كل قرار بياخده كل الناس دي في الأبت يوم القيامة تخيل بقى لما واحد يعد يتحسب على كازا مليون إنسان ده حاجة كبيرة جدا 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 فإذا مشى في هؤلاء الناس بالفساد وبالضلال كل آثام هؤلاء الناس تأتي في عنقه يوم القيام ولذلك البطانة الصالحة يجب عليها أن هي تعمل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تأمر هذا الحاكم بالمعروف كما قال أو بكر الصديق كما روى محمد بن إسحاق في السير بإسناد صحيح كالشمس قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني يبقى لما يكون حاكم بيحكم وحد يستطيع أنه يصل إلى هذا الحاكم بالنصح ينصحه والناس لهم أهل المشهورة دول لابد أن هم ينصحوا ويأمروا بالمعروف وينهوه عن المنكر ودخل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان قال السلام عليك أيها الأجير السلام عليك أيها الأجير أنت مش 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 متملك رقاب الناس منتش إله بتعبد لا أنت مجرد حاكم موظف زيك زي أي حد ولكن لك السمع والطاعة حتى لا تتفرق كلمة الأمة ولكن إذا أسأ يقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم جائر فأمره ونهاه فقتله دي مرتبة تانية غير المنصحة يعني المنصحة دي مرتبة فيه بقى مراتب تانية لا يمكن اختصارها في مرتبة واحدة وإلا نكون كمان يأخذ بإيه ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هذه أدلة موجودة في الكتاب والسنة ينبغي أن إيه يا أيها الذين أمانوا اخلوا في السلم كافة اخلوا في الإسلام كله يعني اخلوا الإسلام كله مش كل واحد هينقب من الدين اللي عجبه ويترك اللي مش عجبه الحديث السادس حديث سعد بن أبي وقصر رضي الله عنه قال إني لأول رجل إحراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله سيدنا سعد بن أبي وقصر رضي الله عنه لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة الحبلة نوع من أنواع ورق الشجر بكل شوك يعني تخيل أنهم حتى معهم شي أكل معهم شي طمر حتى معهم شي خبز معهم شي أي حاجة يكلوها فكانوا بيأكلوا ورق الشجر فكانوا بيأكلوا ورق الشجر يعني يخبطوا على الشجر بالعصي اللي معهم فيقوم ينزل الورق الورق بتاع الشجر ياخدوه ويكلوه تخيل بيأكلوا ورق شجر الصحابة رضي الله عنه بيأكلوا ورق شجر ويشربوا عليه مية وخلاص على كده شبعوا والحبلة حتى ورق الشجر اللي هو ليه شوك بيأكلوه ويشربوا عليه الماء قال حتى تقرحت أشداقنا الشدق اللي هو إيه الخد اللي هو من داخل الفم ده أو جنب الفم يعني اللي هو باطن الخد هذا من داخل الفم تقرحت أشداقنا من الأكل وراء الشجر اللي فيه شوك قال وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير يعني لما يذهب إلى الخلاء عشان يقضي حكته الخلاء البراز بتاعه زي بتاع البعير أو زي بتاع الشاة بيأكل وراء شجر قال وأصبحت بانوا أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وظل عملي انت عارف قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة وبعدين قالوا إنه لا يحسن يصلي فهو بيقول لهم ده أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من أراق ده من في سبيل الله وخرجت يعني أميرا على الغزاء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تقولون الآن أنني لا أحسن أصلي لقد خبت وخسرت إذن وظل عملي الحديث السابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد النبي عليه الصلاة والسلام أخيف في الله من تسلط الكافرين واضطهاد الكافرين له ولأصحابه عليه الصلاة والسلام فأخيف في الله عليه الصلاة والسلام وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ عليه الصلاة والسلام وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِهِ لَيْلَةٍ وَيَوْمْ وَمَا لِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبِطُ بِلَالٍ تلاتين يوم وليلة معا بلال رضي الله عنه معهمش حاجة يأكلوها غير حاجة يعني طمر أو شيء قليل يواريه إبط بلال يعني حاجة تتحط هنا تتغط ما يتمنش يعني إيه طمرتين تلاتة أربعة أو كسر الخبز صغيرة حاجة كده هو ده كل الأكل اللي معاه طول تلاتين يوم وليلة وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم